آخر ويتعلق بتعليم العالي في فشل نظام بروغراس الذي وضعته وزارة التعليم العالي في تسيير التسجيلات الجامعية وكذا في شهدتي الماستر والدكتورة خلق حالة من الاحتقال لدى الطلبة التفاصيل مع ناديا سعيد رقمانة التسجيلات من خلال نظام بروغراس الذي وضعته وزارة التعليم العالي لم يساهم في تقليل مشاكل الوصاية وإنما عقدها فضائحة بالجملة نجمت عن هذا النظام في تسجيلات الطلبة الجدد وكذا الماستر والدكتورة لتجسد في شكل احتجاجات خصوصا وأن قبول الطلبة تم بطريقة عشوائية الوزارة تقول باللي عملها ينتهي عندها التسجيل إذن ما عمل الوزارة يعني الطالب يدخل يضع المعلومات أنا مسجل انتهى فما فائدة هذا النظام؟ هل النظام الرقمانة وضع لي أجل هذا الغرض فقط؟ هذا غير معقول أمر فيه خلخلة كبيرة جدا ولذلك لو كان مثلا استعمال هذا النظام البروغراس يكون بالتدرج على الأقل حتى لا نقع في مطبات مثل ما وقعنا فيه هذا العام رغم مدح المسؤولين للنظام إلا أن الواقع عكس ذلك سيما وأن الوصاية تنصلت من مرحلة الطعون وتركتها في مرمى الجامعات نحن لسنا ضد العصرنا أو الرقمنا هذا أمر جميل وجيد لوزارة التعليم العالي ومختلف الجامعات لكن لا بد من تكوين إطارات من أجل التحكم في هذا الموقع لأنه مؤسف جدا ونحن مقبلون على عام 2019 وفي وزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولزلنا لسنا متمكنين في موقع فقط حديث وزير التعليم العالي عن الرقمنا كل مرة سقط في الماء أمام المشاكل التقنية العديدة التي نجمت عنه على غرار تعطل الموقع لأكثر من مرة ودخول الطلب في متاهات فضلا عن حرمان الألاف من التسجيل وإكمال دراساتهم متابعة مننا لهذا الملف تشرف بحضور نذير علي تسا رئيس اللجنة الوطنية